تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب القائد العالى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع أربعة ألاف ومائتي وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة استقبلت وزارة الإسكان دفعات جديدة من مستفيدي المرحلة الثانية من مشروع وحدات المدينة الشمالية التي شرعت الوزارة في إجراءات توزيعها مطلع الأسبوع الماضي وذلك في إطار برنامجها الزمني لتوزيع هذه الوحدات السكنية بما يلب احتياجات المواطنين وأفادت الوزارة أن إجراءات توزيع المرحلة الثانية لهذا المشروع تتم بصورة سلسة وسط استحسان المواطنين ومن دون أدنى معوقات أو تأخير للمواطنين وقالت الوزارة إن مشروع المدينة الشمالية يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الرئيسة المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة الذي التزمت به وزارة الإسكاني ببناء 25 ألف وحدة سكنية وذلك قبل نهاية عام 2018 مؤكدة أن مدن البحرين الجديدة أسهمت من خلال التوزيعات الحالية وتوزيعات العام الماضي في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر